اشتركوا في القناة معروفة بأن السوفة يتواجدون بمنطقة الفيجة لواحد جزء منه الآن كي ينزعون فيهم قبيلة أخرى اللي هي قبيلة الكعبة هذا النزاع ليس وليد اليوم فهو قديم قدم التاريخ اللي نقدر نقول عليها أقل شيء 41 سنة ديال الصراع وديال النزاع اللي كان فضل أراضي هذه اللي من طبيعة الحال يؤمنوا إيمانا خالصا بأنه أرض ديال السوفة أبن عن جد وهما اللي كي يستغلوها وهما اللي هي اللي معروفة لهم ويتواجدون فيها والمناطق الخالية منها كانت للرعي وكانت مناطق الآن اللي فيها مجموعة من ضيعات الشاسعة اللي يعني كينت جوا فيها مجموعة من المنتجات الفلاحية اللي معروفة الآن على الصعيد الوطني كالبطيخ الأحمر من هكي يخرج إلا أنه هاد النزاع اللي كان جال بالضبط فهذا الأوينة الأخيرة بعد صدور المرسوم ديالتحديد الإدارية 379 اللي شمل واحد ظلمنا في الحقيقة وشمل لنا واحد الجزء من الأراضي ديالنا اللي معروفة باستغلالنا لها أبن عن جد وكنا فيها وتوجدنا فيها للأسف جاهد المرسوم ويعني ما نصفناش ولكن تواجدنا في هذه الأرض احتحنا بمجموعة من الوتائق ومجموعة من الاستغلاليات ويعني اللي مهم هو السند التاريخي والتواجد فعين لمكان وأنه ما كينشي واحد آخر من دون هاد القبيلة هدي اللي هي قبيلة من السفا هما اللي كينين في هذه الأرض وهم اللي كينين فيها وهم اللي كينين من بعد هاد النزاع اللي كين وهاد يعني دام هاد النزاع واحد مدة طويلة جدا جات واحد المبادرة اللي احنا في الحقيقة كنتم منوها المبادرة اللي خدتها السلطة الإقليمية على العتق ديالها ومن هاد المينبر كان نشكر السيد عامل صاحب جعل الإقليم زاقورة وجميع الطاقة من الإداري اللي كين معاه وكذلك الأستاذ اللي تبع معنا هاد الأمر هاد الأستاذ مصطفي خلف يعني خدع العتق دياله وإنجاح هاد هاد المحطة ديال 23 واحدة الفين الفين وواحد وعشرين كانت هاد المحطة تاريخية اللي اجتمعوا فيها قبيلتين لم يعني مع أمرهم قلسوا لأول مرة في تاريخ في تاريخهم يقلسوا هاد يعني هاد الاجتماع اللي بينوا فيه على أنهم بعن حسنينية وأنه كل واحد فيهم قابل أنه المديد والآخر للصلح لأننا من طبيعة الحال كان نبقوا أبناء هاد الوطن كي جمعناه كي جمعنا هاد الرقعة المباركة اللي هو بلدنا الحبيب وكانت تعاونوا فيه جميعا من أجل يعني الأخوة والمحبة وأننا في أخير المطاف في مغاربة كل واحد أبدأ يعني في هذا الاجتماع كما يعني أشرنا في مجموعة من اللقاءات اللي فات بأنه كان اجتماعا يعني تاريخيا أبنى فيه الجميع على أنه بغال خير لهذا الوطن بغال خير لهذا المنطقة وحطينا واحد مجموعة من واحد الخريطة الطريق ولا واحد الاتفاق اللي عليه غادي نمشي في الحوارات اللي غادي تجي مستقبلا إلا أنهم بعد واحد خمسة عشر يوم نتفاجأ نحن كقبيلة من السوفة يعني بواحد الهجوم شارس يعني من بعض الكعابة في مواقع التواصل الاجتماعي بالسب والشتم وتشهير بينها ويعني رماونا بمجموعة من الأمور يعني تمسوا بكرامة القبيلة هذه المسائل هذه من طبيعة الحال غيرت ما صار هذا الحوار وهذا الصلح وتنزيله على أرض الواقع اللي كنا نمتفقين فيها أنه ستة جوج 2021 غادي تكون واحد المعينة ميدانية والخروج إلى عين لمكان ولكن بعد هاد هاد الشي اللي وقع لقبيلة من السوفة من طبيعة الحال يعني نددت بهاد يعني هاد الأفعال اللي مخصهاش تكون إلا كنا نقوله بغينا الصلح وبغينا أننا نمشي يعني بالاتفاق دينا وعن بحسن النية مع العلم أننا مددنا يدنا رغم أننا راه يعني يعني راه قمنا بما هو إداري رفع دعوات أمام حكمة النقد ضد المرسوم وخلينه جانبا ومددنا يدنا من أجل الصلح ومن أجل المصلحة لعليا الوطن ما وقع قبل 6 يعني فبراير 2021 لم يكن تراجعا وإنما كان تعليقا للصلح إلى غاية توفر شروط دياله ومن أهم الشروط يعني لابد من إعلان المبادئ من كل الطرفين باش يكون الصلح عنده إطار دياله اللي هو الاحترام التام بين القبيلتين لا يمكن أن الإنسان يقول لك رب غالصلح ويطلق العنى اللي سند دياله ومجموعة من الاتهامات الخطيرة اللي كانت مسل كرمة ديال القبيلة بالرموز ديالها بتاريخها العريق لا يمكن لك في حين أنه عندنا مجموعة من قنوات التواصل الاجتماعي لم يتبت مطلقا أنه شي واحد من أفرد القبيلة اتهم قبيلة الكعبة ولا رموهم شي بشي 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 نعت قدحي ولا بالعكس كان الجميع منخريطا في هذا الصلح وكانوا يعني ينتظرون أن هذا النزاع يتحل بشكل ودي والناس يتجوروا ويعني وحفاظا على السلم الاجتماعي ويتكون واحد المحببين الناس ونسهموا جميعا من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الوطن إلا أنه من يجاهد هذا الردود الأفعال وتشهير بالقبيلة وتشهير بمجموعة من الوتائق التي نسبوها إلينا ظلما وعدوانا كان يقولون بأنها ماشي ديالنا وراء رباء كما يعني وصلنا أنه وراء خدط المجردية لها القانوني كمتابعة الناشر وكيفاش تنشرات بذلك الطريقة هاتش اللي أطلع للصلح ولا يزلنا متشبتين بالصلح وما زلنا نقول بأن يدنا ممدودة للصلح شريطة أن نضع أن نعلن مبادئنا وأن نضعوا واحد الإطار اللي غدي يبيل لنا بأن نراه الجميع بغى الصلح نحاول تلقى بيها باش ترجع التقى ديالها وأنه تعرف بأنه راكين صلح جاد ومسؤول وأننا نحتل القانوني ديالنا غادي نحاول إن شاء الله باش نتواصل معهم مستقبال ونحتحنا كذلك باش نريطا ما يفوتنا هذا شوية بالنسبة لكم يعني إلى أي حد في أطر هذا الصراع هذا على الأمن والسلم الإقليميين احنا من طبيعة الحال كان نقوله بأنه هذا الصراع صراع يعني ماشي مرتبط بين قبيلتين أنا كان نقول بأنه 379 صراع مس بثماني قبائل أو أكثر وكلهم وضعوا طعنهم أمام حكمة النقد وأنهم الآن يحتجون بطريقتنا أو بأخرى ولكن أتمنى أتمنى من هذا المنبر أنه يكون يعني الصلح والآلية الودية هي الحل في كمية هذه النزاعة هذه اللي راه كاتمس الأرض والأرض راه كي يعني كنا عرفوا جميعا أننا متشبتون بها أبن عن جد وأنها كان واحد لارطبات كبير ولسيما الفلاح وأننا احنا من طبيعة الحال نتشبت بأرضنا يعني الجزء داخل كل منتنجحتة القويرة الأراضي ديالنا اللي كينا في المنطقة راه كين واحد لارطبات يعني وتيق بين الإنسان والأرض دياله من طبيعة الحال احنا متشبتون بالصلح والصلح هو خير كما قال الله عز وجل وفي كلا الحالتين سواء كين نحن الآن نؤمن بأنه المسألة معروضة أمام محكمة النقد طاعنين في المرسوم 379 ولا زال سريا المفعول وما زال فيه يعني الإجرات قائمة ولكن سواء كين طعنوا لما كينش نحن متشبتون بالصلح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر